ماذا تعرف عن بندقية الأمساز والسبب الذي جعلها مشهورة؟ تصنع البنادق التقليدية من الفولاذ والخشب ومهمتها التي صنعت لأجلها هي قتل هدف لطلقة واحدة مصوبة بشكل جيد غير أنها على الرغم من نجاعتها وعلى الرغم من كونها مميتة للغاية فإنها مع كل طلقة تطلقها ترتد مثل ركلة خصان هائج لكن هذه البندقية التي سنسرد عليك تاريخها مختلفة بشكل كبير عن البنادق التقليدية إن بندقية الأمساز تعتبر إلى حد كبير السلاح النهائي الأمريكي الذي تجرأ على تحدي التقاليد وكسرها في وجه الحروب الحديثة في بداياتها الأولى كانت هذه البندقية مصدر جدل كبير غير أنها تمكنت من تجاوز صمعتها السيئة التي حصدتها في سنواتها الأولى وأصبحت خيار الجيش الأمريكي الأول في الحروب في هذا الفيديو سنقضى على الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن تقليدها الراسخ في استعمال البنادق لعيارات 30 مليمتر واستبدالها بالأمساز كما سنستعرض المشاكل التي واجهتها هذه البندقية الجديدة والسبل التي شقتها في سبيل نيلي لقب البندقية السوداء الأفضل على الإطلاق الحرب العالمية الثانية غيرت الحرب العالمية الثانية كل شيء كان معروفا في الحروب حيث ثبت فيها كون التكتيكات الحربية التقليدية قديمة وغير صالحة وأصبح القتال أسرع وعلى مسافات أقرب وقد كان هذا يعني أن المعارك لم تعد تربح بالقدرة على التصويب والتسديد والإطلاق وبدل ذلك ارتبطت الانتصارات بالحجم الكبير والهائل للمقذوفات التي يتم إمطار العدو بها تم تأسيس شركة أرماليت لصناعة الأسلحة سنة 1954 لتكون فرعا لشركة فيرتشيلد إيركرافت وتولى قسم التصميم في الشركة مصمم الأسلحة الصغيرة الأمريكي يوجين ستونر استجابة لحاجة الولايات المتحدة الأمريكية لبندقية معيارية جديدة تم تطوير بندقية AR-10 التي أفسحت المجال أمام استخدام أكثر حرية المواد الحديثة للخروج بتصميم ذاوزن خفيف لرشاش أوتوماتيكي أسس التزويد هذه البندقية بألياف الزجاج الجوفاء والألومنيوم لقاعدة أكثر حداثة في صناعة الرشاشات الحربية وقد حافظ المصمم على استخدام خراطيش وينشستيرس 0.308 التي كانت تستخدم في تصاميم تقليدية أكثر لكن على الرغم من التحكم الممتاز في الارتداد فإن هذه الخرطوشة القوية لم تكن مناسبة جدا لرشاش أوتوماتيكي بوزن خفيف مثل رشاش AR-10 ومنه أصبحت الحاجة لخراطيش أصغر حجما واضحة جدا بذلك خرجت للنور رصاصات ناتو 5.56 مليماتر التي تم فيها زيادة نسبة المسحوق من أجل استفاء شروط التسارع وقدرة الاختراق المطلوبين منها سمحت هذه العيارات بأحجامها الجديدة للجنود بحمل ضعف الذخرة بنفس الوزن وعلى الرغم من كون هذه الرصاصات صغيرة الحجم قليلا فإن آثارها تبقى مثيرة للاهتمام بفعل ضورانها وتشضيها داخل جسم ضحيتها تم تكييف بندقية IR-10 من إنشاء شركة أرماليد من أجل إطلاق هذا النوع الجديد من العيارات النارية وأطلق على البندقية الجديدة التي نتجت عن ذلك اسم IR-KANS لاحقا بيعت حقوق التصميم للشركة الأمريكية لصناعة الأسلحة كولد في سنة 1959 بالضبط وتحت إدارة الشركة الجديدة تم تبني بندقية IR-KANS من طرف الجيش الأمريكي في سنة 1962 بهذا الدور الجديد لهذه البندقية جاءت تسمية جديدة وهي AMSAS ولم يمضي وقت طويل حتى قرر الجيش استخدامه وتجربة البندقية في المعارك الفعلية وكان ذلك تحت الظروف السياسية المضطربة لحقبة الستينيات الماضية فتم تزويد الجنود الأمريكيين بهذه البندقية الجديدة في خضم حرب الفيضنام المثيرة للجدل لم تلقى هذه البندقية ترحيبا واسعا بين الجنود الأمريكيين الذين أطلقوا عليها الكثير من الألقاب الساخرة بسبب وزنها الخفيف وحجمها الصغير ما قاد إلى مقارنتها بالبندقية اللعبة كما أن العيارات النارية الأصغر حجما التي كانت تطلقها جعلت الكثيرين يشكون في قدرتها على القتل غير أن العيب الأعظم والأكثر وخامة كان سوء موثوقية البندقية في ساحة المعركة فقد أثر تغيير نوع مسحوق داخل العيارات النارية التي تطلقها ضغط الدخيرة مما قاد إلى وقوع خلل المتكرم في البندقية عندما يتعلق الأمر باستخراج العيارات العالقة ومن العيوب الأولى التي ظهرت على البندقية أيضا هو أن إصداراتها الأولى كان ينقصها التجويف المبطن بمادة الكروم وبمزاوجة هذا العيب مع الظروف الرطبة التي اتسمت بها أدغال الفيتنام وكذا مع الصيانة المتهاونة التي قاد إليها الاعتقاد السائر بأن البندقية كانت ذاتية التنظيف نالت بندقية أمساز صمعة سيئة للغاية في وقت قياسي كان فشلها ذريعا وعلى نطاق واسع حيث أفاد ما ينوف عن ثمانون بالمئة من الجنود بوقوع مشاكل انسدادات وتوقف فجائي على الإطلاق وهي أزمة لم يكن أي أحد في حاجة إليها في ذلك الوقت على وجه الخصوص وفي زمن كانت فيه المعارضة الشعبية للحرب في أوجها لا عجب أن صناعة الأسلحة الأمريكية اتخذت رد فعل سريع للغاية حيث لم ينضي وقت طويل قبل إدخال بندقية أمساز A1 في سنة 1967 والتي جاء معها حل جميع المشكلات السابقة لسلفها مما ساعد على استعادة البندقية لصمعتها وثقة الجنود فيها بحلول سنة 1968 كان تقريبا جميع من يستخدمون البندقية معجبين بها إلى حد بعيد وعلى الرغم من بداياتها المترنحة لا يحمل الجميع تقريبا أي ضغينة تجاهها اليوم بخفة وزنها وسهولة استعمالها ودقتها في التصويب باستخدام عيارات نارية تتعدى قدراتها حجمها الصغير وضعت بندقية أمساز معيارا جديدا للبنادق العسكرية الحديثة وكنتيجة على ذلك كان من السهل نسيان بداياتها السيئة لقد كان في نفس الوقت منتوجا في زمن السباق نحو الفضاء فاستخدمت فيه مواد عالية الكفاءة وكان لها مظهر حديث يبدو نابعا من أفلام الخيال العلمي آنذاك دون أن ننسى لونها الأسود القاتم المميز أطلقت بندقية أمساز موجة موضة جديدة كان على جميع البنادق العسكرية الأخرى اللحاقة بركبها وسرعان ما فقد استخدام الخشب مكانته في صناعة البنادق بندقية الأمساز اليوم ظلت هذه البندقية الثورية في الخدمة لأزيد من خمسون سنة وما زالت قيد الاستعمال ولا توجد هناك أي بندقية تبدو أمريكية أكثر من هذه القومية السوداء بسبب استخدامها الطويل من قبل واحدا من أقوى جيوش العالم صارت بندقية الأمساز منظرا شائعا في ألعاب الفيديو وكلما حضرت القوات النظامية الأمريكية في لعبة ما تجد بندقية الأمساز مرافقة لها كالسلاح المعياري الخاص بها على الأقل عندما لا يتم استخدام شقيقتها الصغراء الأمكات غالبا ما يتم تصويرها على أنها سلاح يطلق وابلا من ثلاثة عيارات متتالية وليس سلاحا أوتوماتيكيا هذا على الرغم من أن بنادق الأمساز والأمساز A1 الأصلية كانت بنادق أوتوماتيكية بشكل كامل إلى أن جاءت بندقية أمساز A2 التي استبدلتها وكانت بندقية تطلق وابلات من العيارات النارية الثلاثية المتعاقبة وقد جعلت بهذه الخاصية من أجل مساعدة الجندي على الاقتصاد في الذخيرة حيث كان من السهل في السابق إفراغ مخازن ذخيرتها بسرعة كبيرة في حالة عدم ضبط النفس بالشكل الملائم في ألعاب الفيديو تساعد وابلات العيارات النارية الثلاثية على التفريق بين بنادق الأمساز من البنادق الأمساز إنها بندقية سهلة الاستعمال ودقيقة التصويب وتجعل الأهداف تسقط بطلقة واحدة مصوبة بدقة وهي على الرغم من أنها تبلغ من العمر نصف قرن تقريبا فإن شعبيتها تزداد مع مرور الوقت سواء في الاستخدام العسكري أو المدني وقفت هذه البندقية صامدة بثبات في وجه بديلاتها المحتملات وربما لم تكن لها بداية جيدة لكن ليس ذلك بالأمر الجلل لم تكن بندقية الأمسازية البندقية التي كانت أمريكا تريدها بل كانت البندقية التي كانت أمريكا في حاجة لها لقد تجرأت على تحدي التقاليد العسكرية وأسست معايير جديدة للبنادق الهجومية العسكرية في خدم ذلك